بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي تم ببنغرير تنظيم الدورة الأولى ليوم المستثمر برحامنا للترويج لمؤهلات وفرص الاستثمار بالإقليم نحن اليوم في الرحامنا التي تعد بالنسبة لنا أرض الفرص والابتكار والاستدامة كونها قطبا مهما لخلق التنافسية والمعرفة والبحث إننا فخرون بتنظيم هذه الدورة التي استقبلنا فيها الجهات الفاعلة العامة والخاصة اللقاء شكل فرصة للتبادل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص وواجهة للمؤهلات الاقتصادية والامتيازات المتاحة للمستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين نؤمن بأن منطقة الرحامنا تمتلك نقاط القوة والوسائل لتحقيق طموحاتها وهذا واضح فعلى سبيل المثال داخل مركز العلوم والتكنولوجيا التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببنغرير تم إطلاق 140 مشروعا بحثيا وعشرات من براءات الاختراع ومن حيث ريادة الأعمال تم احتضان أكثر من 300 شركة ناشئة وتضمنت التظاهر جلستين تتعلقان بمؤهلات رحامنا أرض التميز المستدام والصناعة الغدائية والسياحة والصحة والطاقة والتكنولوجيا الحيوية ترجمة نانسي قنقر